جهاز المناعة زي أي جهاز محتاج أعتني بي يعني زي ما أنا محتاج أعتني بصحيتي ككل جهاز المناعة أي حاجة بتفيد الجسم بتفيده وهلجأ كلها لطرق طبيعية يعني أول حاجة هقول مثلا الأكل لازم يبقى على طول عندنا الجنك فود ده مش موجود في البيت المفروض للأسف يعني ده اللي موجود دلوقتي ده المفروض ميبقاش موجود طب إيه البديل طبق صلطة الخضار وطبق صلطة الفواكه ده دايما بنصح به أي مريض عندي يعني مش شرط كسلطة كسلطة بس وطايمين أن احنا ناكل كذا صنف فكهة في اليوم وكذا صنف خضار في اليوم لأنهم الحقيقة بيكملوا بعض يا لو بصينا على الخضار والفكهة بواجهة نعام نلاقي مثلا في الشتاء بالذات معظم الفواكه تحتوي على فيتامين سي فأنا مش محتاج أأخذ فيتامين سي كده لكن ما هي موجودة عندي في الخضار والفكهة زي الطماطم مثلا منتشر فيها جدا فيتامين سي وممكن الناس مش أوارق أوي بالقصة دي طبعا الموالح معروف اللمون والبرتقان والحاجات دي كلها لازم نبقى ماشيين عليها طول الشتاء مش مجرد خط دور برد فهاشرب لمون النهاردة فجهاز المناع محتاج حاجات طبيعية ومحتاج أبعد عن أي حاجة فيها معات حفظة يعني أنا بنصح أي أم مثلا بلاش عصاير من بره كلها معات حفظة لكن أعمل عصير فرش من البيت وكده استفدت من الفايتامينس